وسائل اعلام لبنانية رسمي تم اتهام زوج نانسي عجرم بجناية القتل العمد رسمي اصبح السيد الهاشم زوج نانسي عجرم متهم رسميا بالقتل العمد ده اللي ادعيته النيابة العامة في لبنان على زوج الفنانة نانسي عجرم بقتل العمد واثرت حادث اطلاق النار على شاب سوري وقالت من الاسبوعين وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القضية غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات القتل القصدي انا ما عنديش مشاكل يعني بس وانا عندي مشكلة في الصياغة نفسها يعني يعني هو الراجل عشان اتجاوز نجفة يتعطف عليها يعني بس بتقولك ايه وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القضية غادة عون على زوج الفنانة تم واسمه فادي الحبشي وهو دكتور ليه ينسب للست يعني حاجة عجيبة ياوي اسواء الدكتور شايف كده كويس يعني يعني ليه ما قالوش على السيد الدكتور فادي الحبشي بجرم القتل ومن المعروف انه زوج الفنانة ننسي عجرم ده الطبيعي نما ما علينا واحيل الادعاء الى قال التحقيق الاول في جبل لبنان نقول منصور وفق ما افادت به قناة الجديد في لبنان نشوف اللي بعده